ازايكم شباب عاملين ايه? النهاردة هنتكلم عن موقع اي اكس بي ريالتي تمام? هنتكلم عن الموقع ده احنا سجلنا فيه لو تفتكروا من فترة آآ كبيرة وقلنا هنشتغل عليه مجاني بس آآ في ناس اودعت فيه وكانتكلمتني على الخاص وطبعا عمل معهم السليمة وما بعدش لأي حد فيهم اي حاجة. كان في واحد تكلمني قال لي اودعت فيه ميت دولار. يعني اودع فيه ميت دولار. وما شافش اي حاجة. تمام? انا آآ فضلت مستني اوصل للحد الادنى للسحب اللي هو خمسين آآ قصدي سوري آآ خمسة دولار. تمام? وانا وصلت لهم اهو. من كم يوم كده دخلت اشايك عليه وابص عليه اتلاقيت ان انا وصل لي عشرين سنت آآ بونس احالات معرفش مين اللي شحن انا يعني ايه فيه كزا حد مسجل آآ بس بتقالي فيه حد شحن تقريبا هو شحن بمبلغ صغير آآ لان جالي آآ ربح الاحالة برضو مبلغ صغير. فجربت ان انا اسحابه آآ كان الحد الادنى للسحب عشرين سنت فجربت ان انا اسحابه. تمام? فطبعا ما وصلنيش اي حاجة ونزل هنا ان انا اكني سحبته عادي جدا بس ما فيش اي حاجة وصلتني. تمام? فانا هجرب قدامكم دلوقتي وانا متأكد ان هو مش هيبعت الخمسة دولار دول. تمام? فاحنا هنخش كده. على نفتح القايمة ونخش على تمام? هنا بيقول لي ايه? اهدوس على اللي هي البونس. لان احنا طبعا بنشتغل مجاني انا ما وضعتش اي حاجة. تمام? وهختار البونس. وايه? قال لي المينمام خمسة. تمام? المينمام ايه? خمسة يعني المفروض يوصلني. تمام? طب نجرب كده. هو بيقول لي المينمام خمسة والماكس مام خمسة برضو. خمسة وتمانية سنت. آآ وتمانية سنت. يمكن هو قصده اللي معايا يعني رصيد اللي معايا. طبعا انا هدوس وازدره. انا المفروض نسجل محفظتي. يعني هو المفروض يبعت على طول لاني سجلت محفظتي. وانا آآ بسحب العشرين سنت اللي ما وصلتش ديت. تمام? هنا بيقول لي زبين منت هزبين يعني العملية بتاعتك تمام. آآ نجحت ووصلت. تمام? طب فين رقم الباتش بتاع العملية مفيش. تمام? احنا لو خش هنخش كده على الهيستوري. اهو الهيستوري اهو. مش عايز يخش على الهيستوري. الهيستوري اهو بيقول لي. طيب هنا يعني المفروض. آآ يجيب لي هنا رقم بتش. الباتش بتاع العملية ده لازم. تمام? المواقع اللي زي دي لازم لو المواقع دي صدقة. هيكتب لي باتش. باتش رقم كزا كزا كزا. اللي هو الرقم المعاملة بينه ما بين تمام? آآ هنا ده ده روزت. تمام? ده السحب. تمام? ايه اللي هنا ايه? آآ بي باك فرون بلانس. آآ اي بي ادرس. جايب الاي بي بس. يزر بلانس وجايب لي آآ البلانس بتاعي ده طبعا ايه? آآ الخطة المجاني مش 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 الشحن اللي انا شحنته. تمام? فاللي هو طبعا ده موضع آآ سوري ده موقع نصاب. تمام? محدش يودع في اي فلوس خالص. تمام? انا زعلته والله ان في كم واحد آآ كلموني انا وقالولي اودعنا فيه مبالك كبيرة يعني آآ انا ما عنديش مشكلة مع 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 المواقع النصابة ما هو تلات اربع المواقع او تسعة وتسعين في البيئة من مواقع نصابين. بس انا بخش مع الموقع في بدايته او احطله اداع صغير عشان اضمن ان انا بسرعة علم راس مالي وحاول علم ربح مخسرش. وحتى لو خسرت تبقى خسارة آآ ضعيفة واحاول عوض من موقع تاني. لكن ان انا اخش في موقع زي ده احط له ميت دولار. لا ده ده شيء آآ غير منطقي ولا يقبله عقل. تمام يا شباب? فاحذروا من الموقع دوت محدش يحط فيه سنت. محدش يحط فيه سنت. تمام? الموقع ده انا الصاب. لا لا بقداع هيشتغل معك ولا مجاني هيشتغل معك. تمام? فانا انا كده هشيله قصلا من عندي واللي هو اكني ما مسجلتش فيه خالص. تمام? ولو حد سحب منه او ليه تجربة مسلا كويسة فيه يكتب لي تحت في الكومنتات. وبرضو الناس هتقرأ كومنتات وكل واحد هو حر في رأيه. تمام يا شباب? يلا يا شباب ربنا يوفقكم ان شاء الله.